هو زوز مشاريع مشروع الجمعيات واحده دجا هو اللي تم معناها اللي تم معناها النظر فيه في مجلس النواب ويحالته على لجنة حقوق الحريات لنقاش إذية مبادرة تشريعية كانت من بعض النواب عشرة نواب قدموها وين منهم وتوهية نورمال مع لجنة حقوق الحريات تبدأ تنظر فيه لكن أنا حاسيت إنه في اللجنة هذية حاسيت ولا لاحظت أستاذ زوز حاسيت ولاحظت إنه فما نوعا ما من معناها ما يشوفوش إنه هي أولوية في النقاشات بل إنه فما شكون يقول لك رئيسة الحكومة عنده مشروع ونستنيه ونبعثه مشروع القانون هذية نستنيه مشروع قانون متاع رئيسة الحكومة وهذية يراه خطير إنه ما فماش فصل بين السلطات كما يقولوا هذية معنته خطير خطر أحنا بين الوظائف بين الوظائف ولا السلطات بالنسبة لي نحنا وظيف حسب دستور وظائف نحنا وظيفة عند الشعب معناها مشي شكلية الوظيفة ولا السلطة كيف كيف عندنا نتنقشو فيها برشا مشي شكلية أنا بالنسبة لجوهر الموضوع لا ولا لا مشي شكلية خطر أنت عندك سلطة وما تعم بيها شيء ولا عندك وظيفة وتعم بيها برشا حويش سيلا ما مشوز المهم أيوة مش نقول لك بالنسبة لي لي مش المشكلة في اللي تعمل المشكلة في الإنجاز الإنجاز وقت أنت مثلا القانون هذية يبدأ معناها ما يراوش فيه أولوية يولي مختر على المسار علش على خاطر أحنا توه إن شاء الله بعد ما يتوفى الإعلان عن نتائج نهائية متاع الانتخابات المحلية نتصور أنه ناس الكل العناق الكلز مع أنت مش تنظر إلى الاستحقاق القادم واللي هو الانتخابات الرئيسية وديك تطلق صفارة الانذار متاع الانتخابات الرئيسية بش يكون فما ضخ كبير يسر متاع أموال من البرر من غيره أتخافيغ بعض الجمعيات الماليهية هذا متأكدة منه وأنتي أي هذية هذية واضح قراءة توقعها بالنسبة لك هذية هذية تحليلي اللي هو مبني على قديش من تجربة من مرة فما بعض الجمعيات اللي هي ديما تمول في أحزاب معينة ولا هي تخدم السياسة عن طريق الجمعية بش تكون عندها أموال مشبوهة ذخ أموال مشبوهة أجنبية والأموال هذية من أجل إسقاط منظومة قيسة سعيد كما يقولوا والمسار 25 جويلة وأنا يذكر ليش بالنسبة لي للقانون الجمعيات هو أولوية الأولويات يلزم ننظروا فيه كان القانون هذية نظرنا فيه في اللجنة ويجينا بعد معناها القانون متاع الحكومة مرحبا بيه نوليه الأولوية عند الحكومة كان جات نعمل عند الرئيس كيف كيف المهم بالنسبة لنا إذن ننظروا فيه التواقبل ما بالانتخابات الرئيسية